قبل وكان لها القبول الكبير من الجميع قضى الله سبحانه وتعالى والآن هي موجودة المحاضرتين داونلودت بوصد على الفيسبوك في هاي دفينشين هاي قولت فلمن فاتته المحاضرة أمس ممكن أن نسمع إليها فيما بعد أما محاضرتنا اليوم فهي عن أولادنا في كندا جنينا عليهم أم إلى النجاح هديناه قبل قريب الفريق كان الدكتور أنجل فرشة على هوا مباشرة مع مداجه وسألني ذلك السبب حول أهمية المجنون المقصد للإثمانين وكان موقفا على ما قلت بأن الآباء من المدول الكاملة يشعر بالأمان والراحة والإذن الزمن الرحام ولا الصفحة ولا أكل فنحن يعود الإثمان الثالثة بالاستقرار وتبقى بصفة ما هو الأولاد هاي قولي الأولاد أنه محاضرة عليك فلا له سؤال كبير جدا ولا أجوبة وله أدوات من أجل الخباب عليك لكن كما لكرت لابد من التعليم من دكتور أنجل وعطوم الأخ ياسر الله يجزيكم الخير أول شيء مرة أخرى أشكر لدارة مدرسة كلها والدالية كلها هنا وانشارنا رمسنا في بعض الممكن لأتوه من المتساسة هنا وبعض خديقون المدر الأخرى لا أعرف أسمائها أقولكم إلا يا سيد عبو براما قبيل أسمان والأعمال في عمكاته في مجال جديد في الجالية ومسائل المراكة الإسلامية والتسليم الضربية أتجربت لصحرة الكتور الأمجة في قرار السنة ونين منفلنا مدر عديدة وليس لها من صفة لفضل الزوجات بوطنها ستاة دعاء الوالدين المصفر الألماء والدعاء في أفضل خليفة التعلم فلنتعلم من أخلاقهم ونرى تطبيقهم لما يؤذي ويؤذي ويظهر منهم سبحان الله كثير فيها أكثر وأفضل من ما نسمع من محاضرات أو نقرأ من كل فهذا أفضل الله علي وغبانا بالجميع شكرا وما شاء الله وتعرف على كثير من الأشياء التي نستفيد منها من تدروف الشخصية ومنذ حتى منذ أكاد طالب في ذلك النظم هو المسافر في دعوة في سبيلنا فما ترك تقليل دولة معروفة أكثر من ٢٨٠ مدينة في ١٤٠ أو ٤٠ دولة ٢٠ دولة ٢٠ دولة ٢٠ ٢٠ دولة ٢٨ مدينة ومن ثم أحساب آخر قلت للمحاضرات من الفgester أقلها من اليوم إلى بعض الحياة أشهر أماكن أحصل لتحضر ٢٨١٨ مدينة ٢٨١ مدينة ٢٨ مدينة أو ٢٨ أو ٢٨ و ٢٨؟ لا لا يوجد حصل إلى ٢٨٨ نعم لا جدا لحقيقة من هذا هذا اللي أن يتشترك وأن الفرنج رائعة ومشهورة ومن من تحب أن يتابعها مجموعة جدا أحسابها صح كثير كثير منا يعني استمتعنا بها بشكل عجيب دقائق معلومة في هسالة هادفة بأسلوب لن يصبح أحد فيه بين الفكاهة والمرأة والجدية والأصول ودايركت الوطن خصوصاً من الحالة التهديدية فائعة وفائعة تجربوا مع الجانع وطلبوا جميعاً يقول أنه أكثر كلام مهارفة اليوم تلقوا فيه لكن تلقوا على صفحتهم الآن موجود في كندا وإن شاء الله سندولكم مراراً وتكراراً في برامج سنعلم عنها إن شاء الله يمكن آخر الحلقة اليوم ونسعد يومكم ومن موجودكم بذلكم الله خير والطبع ورحمة الله ولكم السلام الله خير بزاكم الله خير بارك الله فيك دكتور ياسر دكتور ايمان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم اللهم وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير من لا يشكر الناس لا يشكر الله فاجز الله خير الجزاء من كان سبباً في وجودي معكم من كان سبباً في هذا الصرح العلمي الخيري مدرسة الهدى من أسهم من دعا من دعم من عمل من سهر وربما نعلم بعضكم وربما لا نعلم الآخرين لكن يكفيهم شرفاً عند الله أن الله مطلع ويعلم كل من قدم خيراً لدينه العظيم فاجزاكم الله خيراً طبعاً أنا أكرر أنا ما أدري الدكتور أيمن هل أنت الذي صغط كل عناوين أم هناك غيرك لكن عناوين عجبيتني جداً جداً أنا يعني عملة كليك عندي هيك آه والله فعلاً أولادنا في كندا جنينا عليهم أم إلى النجاح هديناهم أنا محاضرتي عبارة عن إجابة على سؤال قدم لي أنا أقف بينكم الآن لمدة ساعة أو ساعة إلا كم من دقيقة لأجيب على سؤال هل وجودي مع أولادي في كندا جناية أؤثم فيها عند الله أم هو باب للخير فتحه الله لي ولأولادي الآن أنا كإنسان الله يكرمكم أكاديمي جامعي في تسلسل منطقي عند إجابة على أي سؤال طبعاً هذا السؤال ما أتى إلا نتيجة إشكالية يعني بالمنطق العلمي لما واحد يتساءل إحنا آثمين عند الله ولا مأجورين طب ليش يا شيخ مع تضارب الأسماع وهناك من يحرم أصلاً فكرة السفر والعيش في الغرب من أساسها وكلكم سمعها بطريقة أو بأخرى وهناك من يشعر أصلاً بعقدة الذنب في وجوده بالبلد أصلاً حيث المد بدء أصلاً بناء على فتاوى معينة سياقات معينة وهذا أمر علمي يحتاج إلى تفصيل وتأسيس وتأصيل حتى نفهم زي ما بيقولوا إحنا باللهجة العامية الأردنية بيقولوا تعرف راسك من رجليك ينيد تنوى تزوط عنده إزهود حطوا نقاط على الحروف أما إذا ألقيت الكلمات على هذا وتسببنا لا 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 فيه إشي اسمه نقاط على الحروف فأنا دوري الآن أن أبذل جهدي بما فتح الله عليه أن أقوم بنقل فهم معرفة معلومات اطلاع أقوم برسم صورة وأعطي تصوراً من شعر فيه بالخير والفائدة فأسأل الله أن يتقبل منه ويعينه عليه ومن لم يستفد فأكون هذا سبب في تقصيري وكما قلت أنا عندي دائماً تحدي وبعيده ينبغي للمحاضر الناجح للمدرس الناجح للمعلم الناجح ألا يخرج من يستمع إليه من المكان إلا وقد خرج بغير ما دخل فإذا خرج بمثل ما دخل فلا فائدة من المحاضر هذا التحدي ينبغي على كل من يقف مخاطباً ومحدثاً مدرساً معلماً أن يضعه مصبعينيه لا يجوز للمستمعين أن يخرجوا كما دخلوا ولا يجوز والعياذ بالله أن يخرجوا مشوشين أكثر مما دخلوا بل ينبغي أن يخرجوا بفائدة ولو قليلة لذلك التحدي الذي أضعه أمامي أنا والإجابة على إشكالية أنا إيش أضعي مع أولادي أمام الله سبحانه وتعالى ذلك دعونا الآن نسير مع بعض في رحلة هذه الرحلة رحلة تأصيل وبناء مفاهيم وتوضيح تصورات ماشي؟ وبعد ذلك إن شاء الله يكون عندنا جلسة الأسئلة والأجوبة الرسالة الأولى في عندنا قاعدة شرعية بتقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره يعني لا يجوز لك أن تحكم على شيء سلبا إجابا جيد طيب خير شرير إلا لما تتصور وتفهم عما تتحدث يعني تخيله وأجيه تقول تلك وسألك السؤال التالي وأشوف مين الذكي اللي رح يجاوبني إياه اللي بيعرف الجواب قبل ما يجاوب يرفع إيده ها؟ اللي بيعرف الجواب قبل ما يجاوب يرفع إيده يرفع إيده السؤال هو الآن يبتدي السؤال آي كوت استحلفكم بالذي رفع السماوات بغير عمد بأي حق تذهبون بأولادكم إلى الاس اس ان اطعج مين بيعرف الجواب سرعة ارفع إيده ارفع إيدك سرعة ولا واحد شو هي الاس اس ان اطعج اكزاكلي ها؟ شو الحفن كليش؟ طب بالطعم ولا تكون الحفن كليش ليش؟ السؤال المنطقي الذي يرد علي به ايش هو؟ هذا الشرق سيود عربي ها؟ عربي السؤال المنطقي الآن ما هو الاس اس اس اطعج وما هو الحفن كليش؟ أعطني تصوراً حتى أحكم أنت غير مدرك للتصور لما أتحدث على فكرة أنا اللي حكيت عنه الاس اس اس اطعج والحفن كليش أشياء لا معنى لها لذلك لا يوجد لها تصور عندك لذلك لا يستطيع أن تحكم فما في إجابة النان سينس الآن هذا معنى قاعدة إيش؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره بمعنى لما أجي أقول لك يا أخي برأيك الآيفون أحسن أو الأندرويد مثلاً فرضاً فرضاً السامسونج أو الالجي أو الهواوي عندك تصور؟ مبدأي؟ بمية بالمية طبعاً كل عنده تصور لها وبترفع إيدك بنختلف بنأخذ نعطى أنه عندك تصور إيش يعني جهاز ذكي إيش يعني إلى آخر فلما نيجي من أن نقول أولادنا ضيعناهم ولا ما ضيعناهم لازم يكون عندي تصور واضح عن متعلقات المسألة إيش الإشكاليات اللي فيها عندي إيش الصورة واضحة إذا الصورة مش واضحة النقاش بينك وبين نفسك وبينك وبين غيرك سيكون عقيماً لا فائدة له أنا دوري الآن أضع التصور الصح اللي نبني عليه الحكم فمهمتي إيش؟ رسم التصور الصحيح اللي ننطلق منه في الحكم بعد ذلك ديروا بالكوا لن يكونوا حكماً واحداً بدأ أقرب لكم الصورة أنا الآن لو أني طبيب أو صيدلاني أو بوث دكتور صيدلاني وأنتوا طالبين مني أحكي لكم عن بعض الأدوية اللي لها علاقة ببعض الأمراض أنا دوري أني أجي أشرح لك عن علاقة الدواء بالجسم وأعطيك فكرة عن أهمية الدواء وخطر الدواء وأعطيك فكرة عن الكنتردكشنز والكلاشز اللي بتصير بين بعض الأدوية لبعض الأمراض وأعطيك بشكل عام الرينج الواسع من أنواع الأدوية والفروق بيناتها بس بعد ذلك قد أكون قادراً أجي أقول أنت بالذات أو أنت بالذات لا يصلح لك إلا هذا الدواء من كل الأدوية اللي حكيتها وأنت بالذات هاي الأدوية كلها ما بتنفعك أنت فقط هذا الدواء التصور من فوائده أن كل واحد يعرف إيش الدواء المناسب إله من نفس التصور لأننا ليسنا جميعاً في ظرف واحد أنا أنا عم بأصل المسألة إن أنا النقطة التي تليها طيب تصور البسيط لو سألت السؤال لنفسي وأنا وردي فجعاً سألت السؤال عن بحضر نفسي ما هو تصورنا لعلاقتنا مع أولادنا مش إحنا السؤال كل ياتوا أولادنا ضيعناهم فبالتالي إحنا وضعنا كارثة عند الله أولا هديناهم فالكوربوينت للبحث تبعيتنا إيش هي علاقتنا بأولادنا صح؟ هنا نقطة الانطلاق العلاقة إيش تصورنا؟ فأنا وجهة نظري كإنسان له علاقة بالبحث الأكاديمي العلمي المتعلق بالدراسات الإسلامية أزعم طبعاً كلمة أزعم باللغة العربية هي من باب أن لا ألزمك بما أعتقد لكن أنا في داخلي أعتقد ماشي؟ لكن حتى لا تكون ثقيلة أزعم أن المسلم المؤمن إذا كان صادقاً في إيمانه فينبغي أن يكون تصوره لعلاقته مع أولاده ما يليه ولخصها بآية واحدة بنطلق منها الآن ابتدأت ببناء التصور لم أنهي أنا ابتدأت بليش؟ أنا حفرت وعم بحط الأساسات الأولى الأساس الأول إن كنت مؤمناً وأسأل الله أن نكون جميعاً في هذه القاعة ومن يسمعني من المؤمنين فإن كنت كنت كنا كنت كنتن كنتم كنا كل مؤمنين فينبغي أن تكون علاقتنا مبنية على الرسالة الإلهية التالية الله سبحانه وتعالى في سياق وصفه أو قبل الهدف قلت أنا تصوري وعلاقتي أن هدفي في الحياة ينبغي أن يكون أني أنا وذريتي يجب أن نكون من أهل الجابة نقطة إن لهذا التصور مش عنده أنا أعتقد فيه إشكالية كبيرة جداً في فهمه للإسلام إذا أنا لستني مش عارف أنه هدفي الأكبر أني أنا وذريتي ينبغي وبذل الجهد الأقصى أنه هدفنا النهائي كلما بعض نكون في الجنة عندي خلل في التصور معناته في مشكلة كبيرة جداً أنا something else something else من إيش؟ من الفهم الإسلامي قد أكون أنا عبارة عن خلطة علمانية على إسلامية وأنا ممعيش خبر طيب واحد يقول لي يا دكتور اتق الله يا زبا كلنا مصلين أنا مستمعي أن ناقش الصلاة فيه مصلي عنده خلطة علمانية لبرالية مادية إلحادية إسلامية كوكتيل يونا كوكتيل الفكرة فيه إسلام طبعات فيه طبعة من الإسلام اسمها طبعة الكوكتيل ساعة لدينك وساعة لربك ما اسمه؟ طبعة خاصة من الإسلام بعد العشاء افعل ما تشاء ايش هذا هاي طبع اسلامي صحيحة بعد العشاء افعل ما تشاء طبع اسلامي صحيحة هذا كوكتيل خاص هو اللي حط الخلطة تبعته هاي الخلطة ليست الخلطة الربانية والله ففي طبعات من الاسلام دور من مثلي ان يعيد التصور الصحيح هذا ازعم ينبغي ان يكون الهدف طيب خليني الان ارسم التصور من اين اتاني انا الان واقف عم بتحدث باسم الاسلام انا مش جاي احكي رياضيات عفوض ولا جاي احكي فيزياء ولا جاي احكي عن تنمية بشرية جاي احكي عن اشي عن قال الله وقال الرسول تصور اسلامي واضح مش بخبي هويتي مش واقف اقولكم بسمعوه انا جاي اقولكم كيف تكونوا سعيدا في حالات الدنيا وعندي هيدن اجندة بدأ احولكم الاسلام زي ما بيعملوا بعض المبشرين ببعض الاديان بيجي لانه طبيب بيجي لانه مش عارف كذا هو من تحت السجادة شخ غالب اشي ثاني لا 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 بوضوح عين ياهو اللي ما سمع يسمع واللي ما بيعرف يعرف انا افتخر بديني وافتخر باسلامي وافتخر بعقيدتي واعتقد وازعم وموقن ان الاسلام هو دين الحق وانه اخر الاديان وانه ملاذ البشرية وانه حل كل مشاكل البشر مش بس المسلمين ولا العرب على وجه الارض وانه الدين الخاتم بعد ان انزل الله دينا واحدا بشرائع مختلفة من ادم الى محمد صلى الله عليه وسلم ان الدين عند الله الاسلام وكل من سبقنا من البشر واتبع نبيا قبلنا كان مسلما مؤمنا ونسميه اخا واختا لنا في الاسلام والايمان احنا الطبع الاخيرة من دين الله الواحد لم يتغير عقيدة ولا قيما تغير بشرائع خاصة الدين الخاتم في عندنا العهد القديم العهد الجديد العهد الاخير نحن عندنا البشرية اللي بيختم هذا منطلق ولا ينبغل أحدا مننا أنه يخبيه أصلا فبدنا نكون واضحين بالصورة الآن بدي أجيب الأدلة من هذا الدين العظيم كيف أبني هذا التصور من أين أتيت بهذا الدليل الله يكرمكم اللي معه أو معها طفل عم بسمع الصوت هذا جدا 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 أشوش إذا في طفل يظلوا يصيح لا أعرفش أركز فتساعدوني في الموضوع الله يكرمكم أجزكم الله خير وعذرونا الآن الإشارة الأولى أو الدليل الأول قول الله تعالى وركزوا معي إذا طلعنا بس بفائدة صغيرة قد تنقلب حياتنا إيجابيا بإذن الله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيش لاحظوا بإيمان ركز أنا بس بنقل الآن أنا عم بنقل ذا فقط أنا عبارة عن ناقل أنا جيس العبور مش أكثر كلام لا الله مش إلي عم نحط الشروط مش حكيتكم فيه تصور التصور الصح بدي أبني عليه الحكم بس لازم يكون التصور صح أم بحط الشروط الإلهية للتصور الصح الآن والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم وهو الموضوعنا بإيمان لاحظوا ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء مش رح يضيع عليهم شيء كل مرئ بما تمنى رهين صح؟ هيك الآية؟ لا طب تفسير عصري التوقيع محمد شحرور شو رأيكم؟ أزكزنبول يعني تفسير عصري بسير هو على خاطر أبوك يا محمد شحرور ولا على خاطر جماعتك ولا كذا ربنا قال كل مرئ بما كسب مش بما تمنى ولا بما أحس ولا بما شعر ربنا قال بما كسب والكسب إيش؟ عمل كسب عمل أكشن أتيتود كل مرئ بما كسب رهين ربنا عم بحط لنا الأساسات إذا بدك ذريتك ولا أعتقد أن أحدا مننا لا يريد بل كلنا نريد أن ذريتنا وأحباءنا كلهم يدخلون معنا ونكون إحنا من أهل الجنة طيب ربنا عم بحط لك قاعدة الأولى والذين آمنوا فالشرط الأول شيخ لا تدخل بالألوب أنا المهم تعرفوا جمعة مشكلة القلب الأبيض هاي بعد ما أحكي عنها المهم موضوع نيجي عن الإيمان ربنا قالوا والذين آمنوا واتبعتهم طيب الاتباع على الهواء هيك بيجي يعني أروح بآمن وبقعد بعزل نفسي مشان دريتي تتبعني بإيمان في أشياء كثيرة تتعمل مشان يمشوا على خطة في إيش اسمه تربية توجيه غرس قيم إيمانية وإحنا قاعدين دي في المدرسة ديروا بالكو شوفوا تربية توجيه غرس قيم عذرا سيدي لا أستطيع أن أسمعك ففعلك أقوى من صوتك في عندي منظومة بتخلي الاتباع يحصل الاتباع ليس فلسفة ولا تمنيا ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به قاعدة مش أنا الحظ تربنا سبحانه وتعالى فوالذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان بالأخير كل مرئن بما كسب رهين أنت مرتهن مرتبط محبوس اللي بيحدد موقفك ووضعك وكيانة كله إيش كسبوك هاي الرسالة الأولى أنا عم بصنع التصور أنا عم برتب الأساسات التي تصنع التصور طبعا عند موضوع الإيمان خلينا نحل إشكالية بسيطة جدا للأسف انتشر خطأ فهمها عند كثيرا من الناس للأسف هلا وهي كثير من الناس كلمة إيمان دوقفوها وين عند منطقة القلب نقطة بربطوهاش بالأكشن شيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من قال لا إله إلا الله موقن بها دخل الجنة بدك تفلسف عن نبي أنت وبيجي بيحكي لك أصحاب اللي بدوروا البيكنتشوز جماعة قرمز ونقية بتعرفوا قرمز ونقية في بيكنتشوز بيجي لي طاولة الإسلام العظيم اللي ربنا حططنا عليها خمسين آيتم بيجي بوقف بالله المثل أعلى بيعجبوا من الخمسين آيتم سبعة ستة أربعة بيأخذها بيأخذ هاد بيأخذ هاد وبعمل طبعة خاصة في الإسلام عنده ماشي وتعجبه طب بس مش على خاطرك ولا على خاطري ربنا اللي صمم بتأخذها إذا ريو تيكتو وليفت فيش فيها بيكنتشوز مع ربنا سبحانه وتعالى ليش بحكي هذا الحكي لأنه كثير من الناس لأسباب عديدة جدا للأسف صار الإيمان عندهم في القلب والقلب فقط ما يلوش دخل في الأكشن خدوا هالمفاجأة الإمام البخاري رضي الله عنه ورحمه الله يقول قابلت ألفا من الشيوخ دلو باركو كلمة شيوخ عند البخاري مش زي كلمة شيخ عندنا هسا تعرف اللي من البخاري يقول شيوخ عن مين بحكيه كبار 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 علماء الأم الإسلامية من تابعي 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 صحابة فكلمة شيخ تعني كبار العلماء نحن عندنا أي واحد عنده لحية ولو أربع شعرات يمين أربع شعرات على اليسار وصلى إيمان بالناس منسميه شيخ لا لا هذا المقصود في السياق قال قابلت ألفا من الشيوخ كلهم على أن الإيمان قول وعمل ها ليش بحكيها؟ بدنا نصح مفاهيم أنا أجاي أصح مفاهيم وتصورات لأنه أنا عملت حلقة على برنامج أحسبها صح سميتها جماعة القلب الأبيض سبب الحلقة أني تعرضت أكثر من مرة للقصة التالية وتجملها بمثال بيعبر عن كل باقي الأمثلة جاءتني طالبة يوما قالت لي دكتور انتبهوا أنا أم كوتينغ هسا عمالي بقتبس كلامها بتقول لي دكتور صح أنا مو محجبة وصح أنا ما بصلي وصح أنا عندي بوي فرند وصح 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 ولكن أنا قلبي أبيض وما بكذب والله بعرف نقطة تركز معاي قلبي أبيض وما بكذب هي قررت وحسرت أنه الموضوع انتهى بين عدم الكذب والقلب الأبيض وذات سات فأنا كان ردي بالمضمون عليها وعلى عشرات سألوني نفس السؤال قلت لهم يا أخت الكريم مشان اللي خلقك ممكن تفهمين الوصفة كيف شكلتها هاي أنت طيب الله يزكر خير الله يتقبل منك يعني أنا رح أزعل أنه أنت قلبك أبيض يا ريت الله يوصليني لبيض قلبك حلو رائع أنك لا تكذبين رائع لكن بدي تفهميني الذي أمرك بعدم الكذب هو نفسه الذي أمرك بوجوب الحجاب ممكن تفهمي عقل القاصر ما القاعدة ما الكريتيريا ما المبدأ الذي اعتمدت عليه في أن تقبل عدم الكذب قانونا رائعا من الله وترفض وجوب الحجاب قانونا غير مقبول من الله إيش الأساس أنا بدي أفهمه لأنه في قاعدة شرعية مقبولة أنا نفسي بدي بسم الله يبدو البطارية احتمال شو مش كنا بكمل البطارية أغم بطارية طيب خليها طيب بسم الله الرحمن ممتاز أعطيك هي يبتقي تفكوا من هنا عفوا عشان ما أشير عن رأسي جزاك الله خير طيب وين كنت أنا جمعت من القلب الأبيض أه فأنا كنت بحكي لها طبعا أنا بيش رابطوا هذا الموضوع بدي أسألكل كل هادث عم بربطوا بموضوع فهم الإيمان فعلى أي أساس شو الأساس اللي اعتبرت إنه وجود صديق أو بويو فرند والحجاب أمور ما إلها علاقة بربنا بينما الكذب إلى المهو هذا اللي أمر هذا هو نفسه الذي أمر بذلك فهو من الفصل هذه خلينا نسميها الرسالة الأولى في تصحيح التصور الآن نقطة ثانية لاحظوا الرسالة الرائعة جدا ربنا سبحانه وتعالى علمنا ياه في القرآن الكريم وكان أبوهما صالحة جعت في أي سياخ كثير منكم ربنا أكرمكم تقرأوا سورة الكهف يوم الجمعة ويتعرف من السنن المؤكدة عندنا قرأت سورة الكهف قصة موسى معقدر عليهما السلام وكلاهما نبي بالمناسبة مش نبي يتعلم من عبد ولي صالح فبالتالي سيدي الشيخ بيعلم أكتر من النبي ديروا بالكم الخضر نبي وموسى عليهما السلام أنبياء بعث الله نبيا يعلم نبيا تصحيحيك على هامس هذا مش ما ييجي واحد ببعض الطرق الصوفية المنحرفة بيقول لك وقوله العزم من الرسل ربنا بعثه تعلم من الولي انت جاي تتفلزة فيها شيخ فالشيخ سيدي الشيخ اللي أنا بتعلم على إيديه الله فتح عليه فبالتالي بفهم أكتر من الأنبياء وبغير لك الشريعة الإسلامية دير بالك بعث الله نبيا يعلم نبيا نقطة برى الموضوع بس لأنه مرنا عليها نقطة الآن لاحظوا في أي سياق جاءت جاءت في سياق أن نبيين أحدهما من أولي العزم من الرسل بعثهم الله يا جماعة بعثهم الله ليعملا عمال بناء بالطين واللي طرابوا الإحجار من أجل شخصين طفلين لم يبلغا ولم يكلفا وليس محاسبين مشان خاطر والدهم اللي ما بنعرفه ومغمور وما حدش عارف من اسمه إلى الآن وهو في قبره بعث الله نبيين ليعملا عمال بناء لأنه كان صالحا أنا عم بأسس التصور الآن إذا بدي ذرية تروح الجنة مش بالأماني بنا النقطة الأولى لأنه إذا فجأة قلت اسمع شيخ أولادنا كيف قد إلى خيره المدرسة سنسن شوي قبل المدرسة وقف 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 شوي أنا 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 المعني إذا أنا مش سائل بأله الخطر إنه ابني ما يسأل بأله عالي جدا قد بدنا نملش من الزيرو بوينت أنا الله عنده إله عندي مكاني ولا ما عنده أنا نفس الوقت بأس أكون صالح لأن فاقد الشيء لا يعطي ما بينفع إني أنا أكون على الأقل علبة سجاير كاملة في اليوم بسحبها وفي نفس الوقت بقوم الدنيا على ابني إذا عرفته إيش إنه بدخن يا عمي مشان الله بليز مشان الله ما بينفع مع احترامي الأم الفاضلة تكون 24 ساعة لسانها 6 متر ونص بالغيبة والنميمة ويعدمني إياها وربني أخدها وبحطهش بزمتي وتف تف 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 وأبصر إيش وعدمني إياها أم مصطفى وأم علي وأم كذا وحكات ويعدمني إياها إليش شايفي حالة على شقارها ولا على بياضها ولا على كذا يأخدها الحمة تجيبها الحمة توديها الحمة القصص 24 ساعة وبعدين بالدرس الديني اللي في البيت قدام بنتها بتجيب الواعظة دنيا عالم شايفي اسمعي اسمعي أهمية ضبط اللسان في الإسلام نعم نعم سوري ضبط لسان مين أي عفنجان القهوة بنشرح الحارة كلها ضبط لسان مين ما في مشكلة ترى دلوا بالكم من هنا نبتدأ شغال آه طيب إن شاء الله يزيك الخير الدليل الثالث أنتوا معاي صح شو عم بعمل أنا قالوا معاك بس قال حسبي الله عليك يا شيخ عم تخرب علينا خلينا برتاحين على التصور اللي كان عنا ضروا يتنكد علينا ترديروا بالكم من قد يبكيك الآن بسببه ستضحك بعد ذلك يعني أنت بتروح لطبيب أو جراح قلب بيقول لك أنت لازم بدك عملية ميجرة الله أكبر بتكون تقص بس تنجو من موت لا 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 بدي الطبق نيني شو الحل روح وقض لك حبة بنادول وقعد في البيت والله هذا الدكتوري بفهم مش هداك الحرامي اللي بدي أخذ فلوسي قد يفتح قلبي بسبعة ألاف دولار بك يا حبيبي مش هيك تحسب الأمور اللي بدي يفتح لك جسمك بسبعة ألاف دولار بدي ينقذ حياتك من الموت اللي أعطاك حبة البنادول بش لأنه شاطر بش لأنه خائن للأمانة العلمية ودي يكسب قلبك ويريح جيبتك وجيبته ولأنه أصلا بفهمش وبيعرفش يعمل العملية فالأقيسة من أندير بالنا أنا قد آتي لأصدمك لأحملك المسئولية مثلا على سبيل المثال لكن أنت مجرد ما فهمت وغيرت أنت الكسبان مش خسران ولله المثل تقريبا الصورة لاحظ الثالثة يا أيها الذين آمنوا قو أمر مين أنفسكم وأهليكم نارا على موضوع التقوى موضوع كبير جدا رسالة صغيرة جدا لما عمر بخطاب رضا الله سئل عن التقوى طبعا هذا موضوع يمكن نجيب فيه ألف تعريف بالمناسبة تقوى فلاحظوا المعنى الرائع جدا اللي استخدمه فشو قال قال بيقول للسائل بيقول هل مشيت استخدم البيئة اللي هم عايشينها ناس عايشين في الصحراء قال هل مشيت يوما في أرض فيها شوك قال نعم قال هذا ما فعلت قال شمرت شو التشمير تعرف العرب غالبا بيلبسوا ثوب قال ماذا فعلت شمرت واجتهت شو شمرت واجتهت الآن الأرض اللي فيها شوك بتمزع الثياب بتجرح بتعمل تنسيل في اللقماش الخطوة الأولى التشمير رفع ثوبي مشان الثوب ما فأخدت الاحتياط الأول اكشن الاحتياط الثاني ما بغمضع عنه وبامشي بحكي أنا متوكل على الله اللهم وبامشي تحسناش عمي فيه شوك معنى خطوتك هون اللي بعديها مدروسة الثالثة مدروسة الرابعة مدروسة غلط زي الماشي في حق الألغام معنى المؤاخذة واحد ماشي في حق الألغام بيبشهم بغمض عينه ما بيسير ما بيزبط شوفوا بسط هذا التعريف ليه التقوى طيب نتقي ايش احنا حرومات الله نتقي ايش غضب الله نتقي ايش ما يغضب الله منه النقطة الرابعة الآن عم برسم التصور أنا اللي بدي أبني عليه بعد ذلك الأحكام هذولا أجمل حديثين برأيي بيحددو لك تصورك ما مرون احنا علاقتنا بأبنائنا وإحنا أبنائنا عم نضيعهم ولا إلى الهداية فعم ببني التصور هذول الحديثين لو تحفظوهم ودرسوهم للناس بتكسبوا أجر وإذن مولا والحديثين صحيحان هو إما حديث بروايتين أو نفس الحديث أو هم حديثين فصلين وكلاهما في صحيح البخاري الحديث الأول عن الأقرع بن حابس التميمي والأقرع بن حابس التميمي صحابي صحابي أعرابي من أهل الباذية كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثناء وجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء الحسن أو الحسين كان بيزحف طفل صغير بلعب فحمله النبي بشكل طبيعي عفوي اللي هو الأكشن الطبيعي في حياته حمل حفيده مثل ابنه فضمه وقبله فالأعراب الصحابي قال أتقبلون نصبيانكم فإنا لا نقبلهم انتبه أتقبلون هم استنكر الآن أتقبلون فإنا لا نقبلهم ردت فعل النبي صلى الله عليه وسلم كانت افتح قوس خط أحمر تحته أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك إيش أسوي لك إذا الله نزع الرحمة عدم التقبيل وصف بعدم الرحمة فما بالك بمن لا أصلا لا يرى ابنه ولا يتحدث معه ولا يحاديثه ولا يعرف مشاكله ولا إله علاقة بحياته إلا الفلوس والمصروف والأكل والشراب إذا عدم التقبيل اللي هو رمز من رموز بث الحنية والعاطفة طبعا هذه رسالة بالدرجة الأولى للأباء فالأمهات لكيف الآن أيها كيف لازم يعطفوا يحنوا على أبائهم مشاكل منصف الأمهات حناين صح والله يزيهم الخير بوزعوا عاطفة لكن نكمل القصة بتكمل العاطفة من هون لكنها كثيرة العصبية واللعنة على البستاهل وما بيستاهل حسبي الله عليك إلهي في جيب لك واحد يفري قلبك زي ما بتفري قلبي طب ليش حكت هذا الحكي بسبب الجليب بسبب الطريق بسبب أشياء قد تكون سخيفة لعنة إلهي يلعنك إلهي يجيبك يطلعك ينزلك يجيبك يوديك يجيبك إلى مشكلة كبيرة فبدنا نرى حديث الثاني قال كان أعرابي عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن والحسين عاد عند النبي صلى الله عليه وسلم مش إشي بيعملوا مرة هيك تظاهر زي ما بيعملوا بعض السيليبرتيز ومشاهير قدام الناس مرحب يشوفوني على انستجرام أنا رايح لا لا صلى الله عليه وسلم حقيقي يشي النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الحسن والحسين فقبله قال لا تقبلون صبيانكم والله إن لي عشرة من الولد وكلمة الولد في اللغة العربية تستخدم الذكر والأنثى انتبهوا شو حكا يا جماعة صحابي اللي عندي يحكي عنه بس شوف الكلتشر أثرها قديس مخيف بتعود ثقافته مسلم صحابي لكن شوف ثقافته قديس طاغية قال والله إن لي عشرة من الولد ذكورا وإناثا ما قبلت منهم أحدا قط فالنبي صلى الله عليه وسلم أصدر الفتوى النبوية من لا يرحم لا يرحم تخيلوا فقط فقط عدم التقبيل فما بالك بالسب والعياذ بالله أو الشتم أو اللعن أو الإهانة في بالمجتمع العربي في آباء بيخاطبوا أبنائهم بأسماء الحيوانات ولا لا روح يا أفلان بروح يا كذا وتعال فيه ولا ما فيه قصر بشغلة معينة لسبب ما ولك أنت بعيد عنكم بيعنكم ولك أنت تيس أحسن منك ولك بعدين معاك إمتى بدك ترتقي مرحلة تصير تيس وتفهم بعدين بحل علامات طبعا قتلته أنت دبحته قد تكون هذه قدراته ليست هذه هي الطريقة التربوية ليست السب ولا الشتم ولا التحقير أنت ضمرته إذا عدم التقبيل أنا بضع تصور برجع بقول لسه ما عم بحكي بحكام شرعية أنا بضع تصورات بس عم بستخدم الأدلة من القرآن والسنة اللي بناء التصور كيف شو السؤال سألت أنا كيف ينبغي أن تكون تصورنا لعلاقتنا بأبنائنا صح فأنا عم بعطيك أدلة من المصدر اللي أنا وإياك من اعتقده اللي هو القرآن والسنة كيف ينبغي أن تكون العلاقة مبدئي لطبيعة العلاقة نقطة نتقلي مرحلة بعدها واحدة من الإشكاليات اللي تسببت في طرح هذا السؤال أصلا أولادنا ضيعناهم والله هديناهم اللي هو اللي أنا بسمي إشكالية عقدة الذنب في العيش في الغرب لا يخفى على الشريف علمكم كما يقال كثير منكم قبل ما تيجوا أصلا خاصلا الجايين مخيرين تخصيصا واللي يجوا أزا سكيلد ووركر وكان معا شوية فلوس من بلاده أصلا بالذات اللي يجوا من الخليج اللي كانوا عايشين بالخليج وكانوا مخيرين في المجيء كثير منهم خاصلا اللي عندهم مسحة التدين لا بأسة فيها كان كثير ما كلينها أنه أصلا بدخل بسأل السؤال التقليدي الفتاوى كم فتوا بلاقي بيه حرمة العيش بين ظهرانية الغرب حرام 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 فالفكرة هاي طب فيها تفصيلات وفيها قصة طويلة في الموضوع فبكون بين متردد بين خائف فبيجي لأسباب معينة مالية سياسية فكرية الطهادية وإلا فبظلها متردد خايف أنا عمبابا الحرام وإنه مش حرام بظل إلى خير فحلو أنه يجي وقت انحلحل الأمور نضع النقاط على ياش على الحروف تعرف أنت من أي الأصناف فأنا أرد على مثل هؤلاء تفصيل المسألة العبارات اللي انحكت أنه أنت لا يجوز لك أن تعيش في بلد غير مسلم الهدف منها قيلت في سياق أول إشي كان في بلاد إسلامية أول إشي كان في إيش في بلاد إسلامية بالمعنى المتكامل يعني مكانة الإسلام وهيبة الإسلام وأحكام الإسلام محترمة مفعلة وتعيش ضمنها وتستمتع بها فبالتالي ذهابك إلى مكان الله وشرعه لا مكانة له وما فيه هو أحد الأسباب الممكنة لضيع دينك هويتك شرعك عقيدتك إلى آخره كومين سنس مش شيء معقد يعني هل الحال الآن بالتقسيم الفقه القديم هو الواقع؟ هل كل بلد عربي إسلامي هو فعلا إسلامي؟ طب هناك بلاد عربية تحرم الحجاب أو حرمت الحجاب لسنوات عديدة تونس مثلا أيام الحبيب بورقيبة عشرات السنين الحجاب بالقانون الصوم بالقانون كان يمنع أشد أنواع العلمانية فتكا بالإسلام كانت تونس كمثال تركيا مش كانت الامبراطورية العثمانية حرم الحجاب وحرم شو اسمه القلبق شو اسمه؟ طربوش آسف طربوش والأذان واللغة العربية طب هاي دولة إسلامية هاي دولة عربية وحرب وعندك أمثلة كثيرة جدا فالأحوال تغيرت بطل في التقسيم الجغرافي التقليدي لدولة عربية أو دولة مسلمة فبالتالي أنت لازم تضلك فيها لا 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 صار في عندنا معطيات جديدة فليست فكرة على الإطلاق أنت تركت بلد نظرياً إسلامي ذهبت لبلد نظرياً غير إسلامي أنت آثم ما هكذا توردوا الإبل مش هيك الحسابات الحسابات إيش؟ اختلفت نقطة الجوهرية على الأقل في حدك الأدنى أنت كفرد قادر تقيم شعائرك بحدك الأدنى الفردية صلاتك صومك زكاتك عفتك طهارتك التزامات على الأقل بحدنا ما عم بحكي على الدولة الإسلامية عم بحكي على بحد الأدنى كفرد ثم بحد الأدنى كمجموعة فأينما حصل عندك قدرة قد يكون ذهابك إلها قد يكون واجباً طب من جبت هذا الحكي؟ اطلعوا إلى الدليل الثاني أنا ما زلت عم برسمه بأسس لاحظوا ربنا سبحانه وتعالى لما تحدث عن المضطهدين إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض مش قادرين يا ربنا طب ممتاز شو ردت عليهم الملائكة؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وفأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا في بعض الحالات ما بنعمم الآن لذلك إحنا بنا نعرف هل كل من جاء إلى كندا أو أمثال كندا من الدول اللي فيها نوع لا بأس بهم من الاحترام للآخر وقد تكون كندا من أفضلهم إن لم تكن الأفضل في العالم هل كلهم جاءوا مخيرين أم هناك من جاء مجبرا؟ المجبر بالكومن سنس لحلو أخوة لله بالله لا خيار عنده مثل اللي جاءوا بسبب الحروب كان الله في عونهم كان الله في عونهم بالذات المناطق التوتر الشديد جدا عرأسها الآن سوريا فك الله أسر سوريا وكان الله في عون إخوة السوريين قابلهم بشوي العراقيين كان الله في عونهم قابلهم الإخوة الفلسطينيين في كثير من دول العالم خاصة يعني مثلا الفلسطينيين في لبنان أو الفلسطينيين في غزة فلسطينيين مش أحوال واحدة حسب الظرف فهناك في كثير من الأحيان كان كثير من الناس مجبرين متطهدين بالمعنى الحرفي لأعلى درجات الاضطهاد طلعوهم بره المعادلة لأنه ما في دقيق أضياء وقت لأنه معروف الحكم الله يكون بعونهم كان الله تعونهم إحنا إشكاليتنا الكبر مع المخير اللي أخذ القرار كبه الزر ونقر سلف يونو نقر سلف هذا مصطلح أردني نقر سلف يعني شغل السيارة وراح للمطار وشناتيه معاه وتكتبعته معاه ويمكن فرستي كلاس ومعاه فلوسه هذا المتوتر وخايف وماك الهم وحالته حاله وقصته قصة وإلى آخره وبطلع له لأنه في ناس عم بيجننوه كل شوي أنت بتعمل حرام تعمل حرام والواقع عم بيخوف لأنه فيه ولاد عم بيضيعه فبالتالي يحتاج الأمر إلى تأصيل وحل المشكلة وأعرف أنا وين دوري في هذه القضية النقطة التي تليها الآن من جاء مخيرا إيش بنقول له بدنا نعطيه القواعد التالية لاحظوا حتى شو عم بسوي تسلسل أنا الآن اتفقنا على أنه أياش اتفقنا على أنه التصور العام عندي أولويتي إن كنت مؤمنا أن أذهب بيدي أهلي إلى الجنة أعطينا أهمية الموضوع في الإسلام اللي إحنا كنا مؤمنين فيه حطينا أطورة حلينا إشكالية في الطريق مجبر غير مجبر ماشي مخير غير مخير حلينا إشكالية ليس كل من يأتي إلى الغرب بالعموم هو يقع في قضية أن النبي تبرأ منه لأن الأحوال إيش تغيرت وتحدثنا طيب النقطة أنا أجيت مخيرا أملك قرار الخروج وفي إشكالية عندي خايف على أولادي اسمع القواعد اللي لازم تكون قواعد ذهبية عندك ضروري قاعدة رقم واحد أبناؤك من ناحية المدرسة والبيئة أولوية في حياتك قاعدة واحد يقول لي يا دكتور نحن عارفين لا حبيبي لا معلش أنا صح أعتبر مش خبير بكندا أبدا أنا إلي سنة فقط في البلد يعني ولي زورتهم كلهم ممكن سبعة عشر اتماعشر مدينة حد الآن أربع خمس ولايات إشي بسيط جدا يعني بس عم بحتك بناس كثير وبجلس صورت جالس مع آلاف الناس بحكم أنه أنا طبيعة عملي أنا مدرس محاضر وأستشار في المشاكل الأسرية والعائلية فمن كثرة ما ناس تجي بتشكيلي الشكوى شو عبارة عن إيش بيعطيك داتا بيعطيك تفاصيل بيقول لك ابني بنتي المدرسة صار معاي فأنا صح إلي فيزيكي بست معاش 13 شهر هنا حجم الداتا اللي شكلتها عن إيش عم بيصير مع أولاد وبنات المسلمين في البلد مرعبة مرعبة فالآن السؤال هل كل محبي الله من المؤمنين الذين جاءوا اختيارا أولادهم عندهم من حيث على قتوهم بربهم أولوية الجواب لا يعطيكم مثال سمعت عن حالات شخص بظل يشكي طبعا ما أحكي أولوية أولوية يعني لازم زي فرض الصلاة برأي الشخصي أنك تبحث عن المدرسة الإسلامية وإذا مش موجودة أنت تساعد في تأسيسها وتعمل على دعم وتحط ابنك فيها أنا في عندي إشكالية بالتصور ما هو بعدين أولادي بتعرف اللغة والإندماج يا عمي ملحقين على الإندماج مشان اللي يخلقك ها للقادر والله بيلحقه واللغة بيلقطوها بخمس ستة شهر أنت بتكحفظ على هويته الآن إحنا اتفقنا على أنه أنت يا بيك تروح للجنة ما بيزبط يكون قاعد في بيئة أقوى منك وأقدر منك وقوتها عشرات أضعافك قاعد بتعمله فيدنج بشكل قوي جدا لمفاهيم تتناقد وتتعارض في بعض الأحيان ما علي أنت تؤمن فيه ما بيزبط تعطي الهوية الصح في البيت وفي المدرسة بتأسسه وبتعلمه كيف يقبل الاختلاف كيف يتحاور معه كيف يقدر يفهم خطوطه الحمراء بس ما بينفع من لحظة التشكل ترميه في بيئة حاضنة أقوى منك يتشكل على نبت غير عندك وبعد ذلك تفرح بأنه بايولوجيكالي هو ابنك في مشكلة كبيرة جدا زي طرحت أمامي عن بعض الأشخاص كمثال هذا بضربه بقول لك يا أخي والله نفسي لودي أولادي لبا دارس إسلامية لكن يا أخي لا حلو لا قوة لبا بالله يا أخي غالين لبا دارس إسلامية فالأخ اللي عم يشكى له كان جريء بشكل كتير قال له يا أخي مشان لي خلقك ما عليس طوال أنا بعرفاك وبعرف وضعك المادة أنت كل سنة بتجدد السيارة تبعت مرتك قصت سيارة مرتك 800 دولار بالشهر يا زي طرح كيف مش قادر تدفع مدرس إسلامية هذول الناس موجودين ومش موجودين أنا هذا أعتبره مقصرا إلى حد الإجرام في حق أولاده كمثال الله يكون بيعون مش قادر يدفع انسوا الدق في أحكام هلأ رح أجاوب على بعد ما بدأت أساس التصور اللي ما بيقدر شو حكمه عند الله وشو البدائل أنا ما أتحدث عن مين الآن وعنده القدرة على الوصول للمكان إذر أور أو بوث وهذا موجود لسه بالذات المناطق اللي إحنا فيها إحنا بتعرف إحنا جايبين أونتاريو إحنا عايشين بأوكفيل وميسيساقة أكبر تجمع للمسلمين والعرب في كندا كلياتها صح مش الكل قادر يدخل مدارس إسلامية لكن في عدد كبير من القادرين يدخلوا رافضين المبدأ لأنه بده ابن يحكي إنجليزي صح أو كذا الأخري وما عم ينتبه بعد أربعة خمسة سنين ابن وين عم بيروح فهونا في عندي خلل في التصور من حيث الأولوية لو حنا اتفقنا بدك تشتغل صح أولويتك لازم تكون مدام قررت تيجي أولادك لما أحكي أولوية بمعنى ربنا عم بكرمني بفلوس لا تجدد سيارتك يعني شيخ تجديد السيارة حرام أنا قلت تجديد سيارة حرام أنت سمعت مني بيقول تجديد سيارة حرام يعني ما أنتقل لبيت أحسن بمنظومة الأولوية البيت اللي قاعد فيه مرتاح آه بس تعرف كلنا نبحث عن الأفضل يا أخي ما اختلفنا الأفضل الأفضل مقابل ابنك ما يروح أنا مدرسة لا ابنك يروح مدرسة إسلامية أولى مثلا آه على سبيل المثال الآن هذا لمن للقادر طب إذا كنت غير قادر طب كثير من الإخوة اللي جاءوا بالذات المجبرين وبعد أحيان حتى المخيرين ترى سمعت عن كثير من الناس كانت حسبتهم تحويشة مئة ألف دولار بئة وخمسين ألف دولار رجاي من الخرج المرتاح كان قال لك بعيش سنة سنة ونص سنتين بدور على فرص عمل وضبط حارة المية والمية وخمسين والميتين والله بيطيروا زي الريشيك وبيقتقوا الآلاف تختفي في البلد هنا هيك 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 طيران البلد فعلا لما قالوا لي هذه البلد فلوسها فيها ما كنتش باستوعب البلد فلوسها فيها مهما جيبت الداخل طالع فيش فيها فبالتالي المهم ان صدم كثير من الناس فجأة لقوا حالهم كل حسبتهم إيش الله يكون بعونهم صدمة وفيش مكان يرجع له وأكبر مثل بضربوا على هذا الإخوة الغزاوية تخصيصا أنه بتعرفوا قديش الاضطهاد الواقع على أهل غزة الغزة في كثير من الدول العربية تخصيصا من كل كله فلسطينيين بيكون معا وثيقة مصرية على سبيل المثال إذا بيطلع من مصر ممنوع يرجع ومصر مش معترفة فيه والسلطة مش معترفة فيه والأردو مش معترفة فيه وين روح فرضا فرضا هذا كمثال طيب هذا بنا نحطه من جماعة المضطرين اللي حسبتهم ما طلعت غلط وأسقط في يده طيب شو عندي بدائل أنا دوري لأنا أساعد أضع البدائل طيب ممتاز ما قد تحط مدرسة إسلامية لأنه عندك خمسة أو ستة وبدهم أربع تلف بالشهر أو ثلاث تلف بالشهر عراسي من هون البدائل في عندي إشي اسمه المعروف الويكيند سكولز هذا معروف لكم كل لاتكم عم تبذل جهدك ما هو ميش موجود أو جيده يا أخي ما هو صعب بس مش مستحيل المدرسة اللي أنا مستضاف فيها الآن قبل عشرين سنة ألم تكن حلما طيب أنا بدي أتخيل من عندي من رأسي أنا ما اسمعت الدكتور حكا بس أنا بدي أتخيل بتجربتي البشرية أنا ممكن أتخيل قبل اثنين وعشرين سنة مجموعة من الخيرين الطيبين القاعدين بيقولوا يا الله يا أخي أش نعمل يا أخي ما في مدرسة نحط أولادنا فيها الثاني بيقولوا يا أخي لا حوله ولا قوة إلا بالله إيش ما نعمل قدروا الله سبحانه وتعالى الحمد لله على كل شي الله يشتر علينا على أولادنا ربنا هو الكافل ونتوكل على الله ندعو لأولادنا في الصلاة وأسألوا الله هذا يحفظهم في مسلمين كثير هيك ولا لا وطيبون بس في ناس لا في ناس قال لك لا لا أنا فهم القوانين ربنا مكنني وأعطاني وفهمني ونقلني وانتهنت من مليون مشكلة في بلدي والآن عندي المكانة عندي القدرة طيب أنت طبيب وأنا مهندس وأنت بيزنس وأنت كونتراكتر تعال تعال إيش المانع نعمل المدرسة كمثال إيش المانع من ويكيند سكول طيب كندا على سبيل المثال ما بتوهيئ مدارسها الحكومية للويكيند سكول بتقول لك تفضل تعال إستأجر وإشور رمزية يا أخي ما بتعرف غلبي غلبي حبيبي ولادي ولادك رح يروح أجهنم إذا ما دلت بألك عليهم اتفقنا إنه أنا ولادي لازم ندخل الجنة غلبي مستحيل لا مش مستحيل صعب آه يا سلام وفيه إشي راقي بدون صعوبة فيه شهادة بتاخدها بدون صعوبة طيب واحد قال لي لسبب ما لسبب ما ما في وك بيكيند سكول وما في جالية وارد ممكن طيب شو أعمل هون بننتقل ل المديل الآخر هوم سكولينج نكون منطقيين نحط فدائل للكل بدنا نغلق منافذ الشيطان نساعد بعض لأنه واحد بيقول في عبارة عندنا بيقول لك لد الشيخ بهذرف تعرف هل شو عنا هالعبارة لد الشيخ يهذرف هذا مصطلح أردني بحت يعني شوف قاعد بتفلسف علينا بنظريات لا يمكن تطبيقها بمعنى لا 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 لن نترك فلسفة إلا وفيها جزء يمكن تطبيقه الهوم سكولينج مسموح فيه أو مش مسموح يا شيخ بدك تعقد حياتنا إحنا أستنى شوية فيه صعوبة طبعا فيه صعوبة فيه تنسيق وفيه ترتيب وعشرين ثلاثين عائل المرتبوا مع بعض ومناخدوا أولادنا جم بعض أنت زوجتك تدرس الرياضيات وأنا زوجتي تدرس كيميا ومش عارفك وقصة طب ولكن طب وإحنا لحالنا بنعملها بالمناسبة بس أعطيكم تصور بس بتعرف أنه الغالبية الساحقة من الإفانجيليكالز بأمريكا بتعرف شو معنا مصطلح إفانجيليكال اللي هم المسيحيين الصهاينة تخصيصا الذين يدعمونا طبعا هؤلاء أغلبية تحكم أمريكا إفانجيليكالز عدد مهولهم قبل حوالي 12 سنة كان عددهم تقديرا في الولايات المتحدة 85 مليون ومنهم معظم رؤساء أمريكا باستثناء جون كينيدي اللي قدرا تم اغتياله تعرف أنه كثير منهم لا يذهبون بأولادهم ما بحكيش عن مسلمين الباكستانيين عن بحكي عن أمريكان بيض مسيحيين ما بروحوا بأولادهم للمدارس الحكمية في أمريكا تعرف واحد من أسباب الرئيسية شو هي سبابين الرئيسيين عن رأسه ضد نظرية التطور الداروينية ويعتقدون أنها كفر ويحرمون على أنفسه بأن أولادهم يتعلمون أنه إحنا يجينا من قرد طبعا لما تحكي لواحد ملحد أو تطوري قد شوف الشيخ كلمة بفهم إحنا يجينا من قرد قلت لعاد إيش قال لا بيننا وبين القرود سلف مشترك قلت لأولاد عما الشمبانزي والسلف المشترك الغوريلا قلت لأله يزيك الخير عتوضيح الصورة اللهم لك الأنجا بارك الله فيك حصلت حقيقة معي مش مزح حرفيا صارت معاي واحد أستاذة فيه قال لي فعلا أنك غبي يا شيخ مش فاهم العلاقة الداروينيين ما بتقول أنه إحنا على صفحتي هذا الحكي صار الداروينيين ما بتقول إحنا يجينا من القرود بيننا وبينهم سلف مشترك إحنا أولاد دعمنا والشمبانزي والسلف المشترك الغوريلا قلت واو عن جد قلبة طاقيتي في الموضوع كثير اختلفت السورة الآن الحمد لله رأيت حقيقة آه أوكي مش موضوعي نرجع عم بحكي على إفانجيليكلز اللي ما بودوا كثير منهم أولادهم للمدارس عندهم قضية عايشين لأجل عدم المؤاخذة من نسبة إله يرى أن الداروينية كفر عم بحكي على ويت كريستين أميريكان ما عم بحكيش على برازر باكستاني مسلم معينتوا طبعا بدك جهد طبعا بدك جهد وبعلموهم في البيت واو واو وإلى الآخرة في كثير من المسيحيين الملتزمين في أمريكا ضد المنظومة الأخلاقية والهوموسكشويلية في أمريكا ما بودوا لدهم على المدارس واحد بيقول لي يا شيخ لأت صعبة علينا بلا عليك هاينا مبسوطين ومرتحين ومشتغل يا عمي عمي نقول لك مش أنا ربنا بيقول قو يا أيها الذين قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ مش أنا والله أنا بس أنا بنقل فالموضوع مو مزحة والموضوع عم نحك فيه عن جد مش مزحة لأنه أنا قد قد مع شيء من الخير اللي بيسويه بسبب أولادي أنا ما أروح على الجنة مش أنا نفسي ما أروح أنا وياهم كلنا نروح على الإشي الثاني لأنه في حسبة حسبة خطيرة عم نأسسلها الآن فهومسكولينج طيب بذلت من هون لهون 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 لسبب ما ما قدرت شوفوا بدي أسكر كل أبواب الشيطان يعني تخيل عندي لمدرسة إسلامية ما في مدرسة إسلامية ويكيند سكول ما في أفتر سكول ما في هومسكول ما في ننتخل لي النظرية التي تليها كتبت هنا قلت إنه في عندك دور ما أسميه أنا بالكوالتي تايم مع أولادك في البيت لسبب ما أنا مش قادر أنا مضطهد أنا فقير أنا محتاج أنا ممنوع حط اللي بدك السبب اللي بدك إياه مشان ما نترك مجال إلا ونغطيه مو زهر طمعي طب تعال تعال أولادك هذول أولادك ولا أولاد غيرك لا أولادي عايش معهم في البيت آه تعال خلينا نسكر أحالنا الباب ونسأل السؤال التالي كيف تتعامل معهم وما هي خطتك لتجعل الله عندهم أولا نعم شيخ بعيد ما هي خطتك ليكون الله عندهم أولا شو يعني الله أولا الله أولا أصلا فكرت في الموضوع قال الله مش فاهم عليك يا شيخ أفاهمك يا شيخ هسا مش كل واحد في عندهم مبادئ عليا بعيش لأجلها الملحد بعيش لإلحاده ولا دينيته ماشي والاشتراك بعيش لإشتراكيته وصاحب وصاحب أخير كل هلا أحكي لكم مثال بالكالتشر الكندي اللي يكاد يكون بعض الأسبكس اللي في دين إذا أنت أو أنت بغض النظر أنت شو جنسيتك وشو عرقك لو معك ابنك اللي صغير وبهدلته في الشارع وضربته كم كندي رح يتصله بالشايلد كير خلال ثواني سؤال كم بيظل كندي بالشارع ما بتتصل سؤال بيظل أمة كندا كلها بتتصل بالشايلد كير مش واحد ومحب يقول لك يا زلم أكيد عن بتتصل لا 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 ما في ليش واصلين لمرحلة القيمة العليا اعتقاد كاعتقاد بوجود الله هذا الموضوع لا يسكت عليه لأنه هاي القيمة أولا عندهم لا تروح بعيد أنا شهدت أنا جلست ست سنوات في بريطانيا درست الدكتوراه فيها تقليل خمسة ونص بالضبط بالست سنوات هذولة تقريبا درست فيهم شهدت قضية خرجت بنتيجة وأشياء شفتها بعيني بشكل عجيب جدا من ضمن الأمور اللي لما كنت أروح على البصات العامة قسما بالله بعيني شهدته رجالا نساء شباب بنات صغار كبار كل فئات المجتمع جالسين بيدخل مسن عمري ما شفت واحد بيقوم له واحد مسن ما بيقومو طبعا إحنا نحن نغلي إحنا تربايتنا بيصير جلدك حقك قد تكون بعيد أنت بتقدر تقوم له بتقول يا ربي كيف ما بيقومو له بتدخل مسن ما بيقومو لها بتدخل ما بيقومو لها بتعرفوا الكل بيقوم لمين لما تدخل فتاة معها طفل كل بيقوم لها والله هذا شت في العيني أنا فكرت حالي أنا غلطان حادثة فردية تكررت ست سنين ما اليوم مرة كربت الباصات لا بيقوموا لختيار ولا بيقوموا لختيارة عاد بيظلوا ما كفين بيشؤولوا ولا بيسألوا في الموضوع بنت ولو عمرها عشرين سنة معها بيبي الكل بيقوم بيعطيها كرسي لا إله إلا الله أنا ما عم بناقش وإنه هاي قيمة علية عندهم البيبي من ندرته طبعا تفهمين علي فيش ولاد ما بدهم عائلات بيسموها البلد العجوز لما أنا كنت فيها درست دكتوراه من سبعة وتسعين لألفين وثلاثة البيبوليشن في بريطانيا كانت خمسة وستين مليون كانت تعداد الرسمي إنه خمسة عشر مليون من الخمسة وستين مليون أعمارهم فوق الخمسة وستين بيترافع لهم بالتقاعد فبريطانيا عم تنهار كانت تخيل لما حوالي خمس شعبك يندفع له بينشن هو قاعد وعناية طبية عالية جدا وقوة عاملة ما عندك ريبرودكشن لأنه غالبة الناس ما بتتزوج وبيكتفوا بالعلاقات الجنسية المنفلتة وما في عائلات واللي بيتزوج في أحسن يعني من كل مئة عالة يمكن خمسة أو عشرة منهم يقرروا خلفه وإذا قرروا خلفه يخلفوا واحد وإذا بيطلع بإيدهم يخلفوا نصف واحد بعملوها ما يقدروش ما في كان أعلى تتكاثر عندهم الأخوة الباكستانيين والله فلذلك قيمة عليا عليا ريبة جدا عند الأطفال لذلك أي حدا مع طفل الكل يقول له طب أنا الآن ما عم بناقش غلط صح أنا عم بناقش مجتمع قرر أن يجعل قيمة عليا لشيء الكل بتصرف بناءًا عليه هذا معنى أولا فالآن بالكالتر الكندي برأيي أنا قد يكون أحد أديان كندا الأولى سيفتي فرست السلامة أولاً صح هل أنا ببالغ لما أحكي أنه السلامة قد يكون هو دين كندا مثلا السلامة أولاً سيفتي فرست سيكوريتي فرست لذلك تطلع قوانين السير وقوانين التشايد كير كلها تقوم على قيمة عليا أولاً ما حد يتأذى المهم ما يشير فيك إشي ما يشير في ابنك إشي إحنا بقانوننا الشرعي الإسلامي شو أولاً عندنا الله بس دير بالك ما بيتعارض مع اللهم بحكي بس إحنا بدنا أنا دوري رسم التصور الصحيحة مشان تأخذ الأحكام صح إذا الصورة تسمت صح بعد ذلك حبيت تأخذها شأنك حبيت ترفضها بس على الأقل إيه الصورة ما لها واضحة فالآن إحنا ونصلنا ونصلنا عن مرحلة أخيرة قلنا المسكين اللي مش قادر ومعوش كل اللي بدك إياه مسكرة مسكرة من كل الأبواب ما بقي أمامه وبقول له انتقلنا إيش سميت أنا quality time سكرنا حالنا الباب وقعدنا بهات الساعتين الثلاثة الأربعة الخمسة في الأسبوع بنصف ساعة في اليوم الله يكون معونك قد تكون عم تشتغل على أوبر ستة عشر ساعة في اليوم بس بشان تاكل وتشرب ممكن كان الله بيعونك ما بقدر أشوف أولادي غير قبل ما يناموا نصف ساعة quality time شو قاستب quality time أنا رح أقول لك الآن هذا ترى علم اللي بحكي عنه مش بحكي كلام من راسي أنا أنا مطلع على دراسات وقراءات في الموضوع بنحكي quality time مش أحكي لكم شو قصتي بموضوع quality time بدي أحكي لكم هالدراسة اللي تمت أظن في جامعة نيوجرسي قبل حوالي تقريبا 22 سنة 25 سنة جامعة أمريكية يغلب على ظني جامعة نيوجرسي أنا بتذكر المضامين وبنس التفاصيل قاموا بدراسة قالوا لك الطفل مشان يكون طفل سوي غير معقد ما عندوش أمراض نفسية يعني ينشأ رجلا سويا أو امرأة سوية دون أمراض نفسية يحتاج في طفولته يعني فترة الرعاية من والدته ماكسموم ساعات معينة من الرعاية والعطف والمتابعة رقم بدراسات طبعا أنا ما أحكي لك دراسات بيقولوا درسوا سبعين ألف حالة على خمسة عشر سنة درسوا ميتين ألف حالة بست عشر دولة في العالم على خمسة وعشر سنة بحيث بعملوا بعملوا بتابعوا براقبوا بتكلف عشرات الملايين فوصلوا لمرحلة قالوا في رقم من الساعات إذا أخذه الطفل عند حاجته في طفولته الصغرى إذا أخذوا يوميا من أمه كوقت ما بيطلع مع أمراض نفسية مين اللي ما سمع مني هذا الكلام مين بيقدر يتوقع شوه الوقت اللي ماكسموم أكثر منه ما بده إذا وصلت إله أخذ الماكس من لم يسمع هذا السؤال مني قبل الآن مين بيقدر يتوقع أعطوني أرقام شوه الماكسموم شوه يطلع إنسان بدون أمراض نفسية لا قصدي باليوم من الأربعة وعشرين ساعة كم ساعة ساعة ساعتين أربعة خمسة ساعتين ساعة والصحيح الدراسة قالت ساعتين ساعتين تخيلوا فلما كنت أحكي الدراسة للناس يقولوا ينصر دينك يا سلمي حالت لي مشكلة كانت عني قلق نفسي أنا 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 كل يوم أقعد خمس ساعات مع أولادي على التلفزيون محول أولا قوة إلا بالله اسمع أول إشي أنت مش قاعد مع ابنك أنت وابنك قاعدين مع التلفزيون هذا موضوع ثاني موضوع ثاني هذا بس تيجي الآن عقولة ابني وهو صغير لمفاجقة أنا ابني وهو صغير هيكي مش شيء يوذك بس ذكرني وانصلت عندي دراسة تابعتين نيوجرسي ابني الآن عمر 13 سنين ما كان صغير صغير في البيت فبدي أعودوا على اللهجة إحنا بالأردن الرجال بيحكوا قال وقلنا والنساء بيحكوا بالآل وقلنا يعني نفس البيت عند اللهجتين باشي فهيك بتعودين يعني البنات بيحكوا هيك والسباب بيحكوا هيك فأنا عندي أربع بنات الله خليك وزوجتي فالعنصر الأنثوي غالب فقلتها لا بديش ابني يحكي بنفس اللهجة مشان على الأقل إحنا يعني يكون عندنا أقلية في هيك وفي هيك الباب صغير لساته فكل شوائي بيحكي لي مثلا قل أقول له هاي بالقال هاي قال قال راح ضرب عنده الميزان صار يقول لي بابا مفاجقة ولك هاي مفاجقة همزة أصلي بعدي شوي بابا بابا قدن قدن ولك أذن 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 مش قدن هاي همزة أصلية بابا فراح ضربت عنده نظام الهمزة بطل يعرف شو اللي أصلها قاف ولي أصلها همزة واللي أصلها كان الى خريق قعدت بعديها سنتين ثلاثة لعدلت السيستم لسير يفرز فراحت من وقتها من نمزح معهم يقول إيش مفاجقة هو أول من قالها فالآن شو المفاجقة في هذا الموضوع قالوا أنه طبعا هذه الأمهات تخصيصة مش للآباء ننطلعكم برا المعادلة مشا أطمنكم قالوا ساعتين فقط ولكن you can't tell when I repeat you know I repeat I repeat هم ساعتين صح ولكن هم مش سلط وموقوطة يعني بدول من ثمانية للعشر وخلصت علي لا هم موزعات على الاربع وشرين ساعة هاي المفاجقة التي لا تفرح بعض أو كثيرا من النساء بالدراسة أثبتت أنه بحتاج ماكسموم ساعتين تكون موزع على عشر فترات كل فترة تلتعشر دقيقة يعني بروح يكون عمد وبلعب على سبيل المثال بلعب بالعب كذير لأخير بخاف من شغلي سخيف أو شي ما بروح برمي حاله بحضن هايك شوي برتاح شوي بيشوف كل شيء السايف بالسكورتي زيون تبعته بروح برجع بالعب كان بده جسد فايف منتس الان بس إذا ما كانت موجودة يوم ما صيح بلش بداية مذور المرض النفسي العقدة الخوف هذا معناها ماشي؟ فهنا رسالة طبعا أنتوا سفسروها زي ما بدكوا أهمية وجود الأن فيه وحد بيقول لي يا شيخ يعني ما نشتغل لا I'm not saying that بس عم بقول Please reconsider quality time قديش أنت موجود إذا مش مضطرة المضطرة يا جماعة كل أحكامنا في عنا أحكام خاصة للمضطر المضطر بوصر لمرحلة يأكل الميتة ويشرب الخمر إذا كان مضطرا طلعوا لي أحكام الإضطرار عم بقول عم من كان مسيطرا قادرا الآن لهاي الزاوية فلنتق الله في مرحلة لازم ولد يأخذها من الأم تخصيصا في قضية جعلت الجنة تحت أقدامها بس لأنها أم بيولوجية ما تأخذوني هل استحقت الأم أن تكون الجنة تحت أقدامها بالمعنى المجازي لأنها ولدت بيولوجيا بدي جواب أو لا 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 طبعا الأم ما نالت هذه المكانة أمك ثم أمك ثم أمك فقط بالولادة البيولوجية مش هنكون واضحين هي نالتها هي ركزة في فطرتها أنه حنية بلا حدود عاطفة بلا حدود أعطاء بلا حدود ولكن بدها تمارسه ما بيزمط تكون من سيدات المجتمع الراكي بره 24 ساعة بره وداري بالها على الكعب العالي والكعب الواطي وآخر الميك أب وآخر الرموش وآخر كذا وآخر كذا كل الشيء بدي تلحق للشيء وولادها أكل من أكل طبعا من بيكي من خاف من عيط من طلعة روحه من انضرب من عليه بولينج في المدرسة بآخر من يعلم طب في أمهات بعملوا هيك؟ طبعا فيه فعندنا مشكلة عند الآباء وعندنا مشكلة عند الأمهات الآباء قد تكون أكبر مشاكلهم عدم الحنية والعاطفة عندهم مشكلة الأمهات قد تكون أكبر مشاكلهم التعصيب والسبو الشتم الأمهات ممكن يهملوا في فترة معينة الأب يهمل في فترة أخرى الأم دورها الأساسية بالفترات من فترة الولادة إلى سن معين خمسة لأنه معظم التربويين في العالم بدون أيديم معظم من بيقول لك يعني اختلفوا بين خمسة وسبعة سنين سنوات التأسيس للمنظومة القيم الكاملة. بعدها بيقول لك بس بتكمل البناء. طب دور مين هال بالدرجة الأولى؟ أم؟ لذلك لش قالوا الماثر تانج؟ لغته اللي بيحكي فيها منطقه اللي بيحكي فيها مين؟ أمه كدور وكم من الأمهات يشكون من أنه الآباء لما أولادهم كبروا شوي ما بيقوموا بدورهم. بيحكيش معاه مثلا. ففي عندنا بنا ننتبه الآن. حتى لو جوزنا كل الأسباب اللي حكيناها في أمام المسؤولية. قلنا إحنا سكرنا الباب ودخلنا على موضوع الـ عنوانتو بالكلمات التالية. دورك هو زرع محبتك بلس زرع احترامك بلس تجهيزهم للحياة الخارجية فالتربية الركنان الرئيسيان أنا مجهة نظري هي زرع المحبة والاحترام رقم واحد. حب ما بيزبط أولادك ما يحبوك لا أنا ما بيهمني. أنا مسيطر حبيبي. سيطر وأعتى ديكتاتوريات العالم في ناس أمامهم يوصلوا لمرحب يقول لك اقتلني بدي أموت شهيد ويسوي اللي بدك إياه. نحن خلقنا لا لنكون عبيدا إلا لله حتى أنت أبو البيولوجي إياك أن تظن أنك بقوتك ستجعله عبدا. يا رجل إذا البشر ما عم بيرضو يكون عبيد لربهم اللي خلقهم بيكفر بربنا. بدو يرضو يكون عبد إليك وأنت فقط دورك في إيتيانه للحياة أنك أبويولوجي. خلينا نكون منطقيين ما بيوزبط أتحكم سلطويا. يجب أن أنال احترام ابني أو بنتي وقبلها لن يأتي الاحترام إلا ببث المحبة بلشنا من عند أتقبلونا صبيانكم كواليتي تايم جلسة. طب كيف أجيب هذا الحكي؟ لقم واحد تايم كواليتي بدي أصلا أخذ قرار أنه I have to dedicate part of my time لأولادي واحد بيقول لي يا شيخ لا 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 هذا قرار دير بالك وقرار واعي هذا قرار يعني بمعنى طبعا أنا بالأقوال إيش فأسوي بدك سي وتخطط مرة تكسب قلبه مرة تمزح معاه مرة تلاطفها مرة تحلها مشكلة مرة تحنحن عليها مرة تكبر من شأنها مرة تدافع عنها مرة تسألها عن مشاكلها وهذه هي دورك هي دورك 24 ساعة ضمن خطة ما تأخذوني كلنا اللي مشتغل إلكوا علاقة بالبيزنس ما في عندي أشي اسم بيزنس بلان في ولا ما في في أشي اسم بيزنس بلان ولا لا بالماركتينج هلأ وصلوا في الماركتينج عم بيستخدموا علم النفس في موضوع أنماط الشخصيات لدرجة عم بيدربوا المدراء والموظفين اللي بيطعوا للسيلز و للماركتينج كيف within seconds يوقف واحد يحكي معاه عبارة يحلل شخصيته بأي نمط ويقرر بأي طريقة يدخله بس مشان يبيعه هذا اللي عم بحكيه سمعتوا عنه ولا لا هذا هذا فأنا هو أصلا علم نفس أصلا موضوع أنماط الشخصيات علم نفس أكثر من استخدموا عالميا السيلز والماركتينج تستغربوا عمليا ليش طلعوا من العيادات لأوين العالم البزنس والماركتينج أنماط الشخصية المتفردة والشخصية التعبيرية والشخصية التحليلية والشخصية الودية قل لك بدك تستخدم أول ما سكانك سؤال سؤاليا كذا عرفتك تخيلوا من التدرب مناخد دورات كيف تكون مؤثرا كيف تبيع البرودكت تبعك كيف تسوق تعال 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 أنت المسوق رقم واحد لالله عند ابنك شو؟ مسوق آآ آآ بدك تسوق الله عنده يا شخص تقل لا أشال عبارة تستخدمها يا رجل ابنك لا يعرفه الله أنت وسيلة تعريف بدك تسوق ربنا عنده هذا عبارة عن أنت الروم موديل تبعته أنت السوبر هيرو تبعه أنت كل شيء في الدنيا عنده فهو أنت مصدره فأنت الفيدينج سورس أنت طبعا بحكي أنا أنت على التغريب أقصد أنت وأنت يعني عم بقصد الأب والأم الآن ماشي ولما أحكي عنه أقصد عنه وعنها بشكل عام عم بحكي على أي واحد من البيرانتس وأي واحد من الميلز أو في ميلز فبالتالي أنتوا تخيلوا أخونا أقصد بك بدي أخطط بدي أدرب بدي أقرأ بدي أستثمر وأعطيكم مثال بسيط جدا ما عدت تزعلوش مني على القياس من الوجوه اللي شايفها يعني أكاد أزم على الأقل 40% ل50% من الموجودين متزوجين على الأقل تقديري من الأعمار بمنظومتنا إحنا كمتزوجين لما نرجع لأيام شبابنا والشباب والبنات اللي مش متزوجين الآن لما نروح على منظومة لما واحد يحب وحده لأجل أن يكسب قلبها كم يبدل من الجهود ليجعلها ترضى عنه وبين قوسين باللهجة العمية يزبطها بس مشان يصاحبها ما منقش حلال الحرام الآن بلغة الناس العاديين بر الحرام والحلال مشان رجل يكسب قلب فتاة بغض النظر عن حكم الشرعي الآن كم يبدل من الجهود بيخططه أو ما بيخطط بيفكر أو لما بيفكر بتعلموا أو ما بتعلم بروح بيقول تعالوا اسمعوا شو الكلمات اللي أحكيها شو العبارات اللي أستخدمها شو أكتب على الفيسبوك علمني تعال انت أزعر انت مش عارف كذا زيما كيف تضبطهم كيف توقعهم كيف تقنعهم كيف كذا بنعملوا أو ما بنعملوا بنعمل؟ طيب مثال آخر الأخوات تزعلوش مني بعض الأخوات لما بدها تقنع زوجها تغير عفش البيت شوف ضحكوا ضحكوا كلهم ضحكوا في خطة ولا ما في خطة عفكرة بتبلش الخطة قبل ستة أشهر بدءا من الحلويات والكيك والأشياء الزاكية وعدم التعليق عليه لما يروح عنده أمه آآ آآ خطة من ستة أشهر التارجت شو هو تغيير عفش البيت بس this is a hidden target الخطة إيش؟ براكتكلي ضح عفكرة ما بحكي عنه حرام أنا أنا بس عم بوصف واقع أنا عم بنبه أنا تعرفش عم بعمل عم بتهاوش مع إبليس تبعنا كيف؟ يعني هلأ أنتوا عم تسمعوني أنا متأكد في بعضكم بقول لك تزبوتش تزبوتش كلام فاضي كلام فاضي روحوا والله ما أنت فاهم فأنا هاي الوساوش اللي عم تيجيك عم بحاول الريحة أشيلها كيف؟ عم بثبت لك أنه العم بحكي أوريدي بتعمله في حياتك اليومية وعملته وبتعمله بأشياء أخرى فعم عمل لك قياس مش هلأ أثبتك أنه مش بس you can you are already doing it بأي شيء بدك إياه يعني لك الكثير بتخطط وبتحتال وبتعمل وبتعمل ماركتين وتسويق وتسويق وتحقق اللي بدك إياه السؤال نرجع لموضوعنا الأساسي قبل ما أخطب أخر كلمات هدا في إيش؟ بدي أنا ولادي نروح لجنة طيب ما عندي قدرة لا مدرسة ولا 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 أو حتى عندي مدرسة بدي أكمل quality time شو اتفقنا؟ بدي لازم أولادي يحبوني ويحترموني كيف؟ زي ما بذلت جهود وتعلمت العبارات المناسبة وطريقة المخاطبة وطريقة كسب القلوب مشان تبيع للشركة اللي بتشتغل فيها أو مشان تسويق منتج انت بتشتغل فيه أو مشان تضبط زوجتك الحالية لما كنت قبل ما تخطبه أو مشان تضبط أو مشان تغيي أو 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 اللي أوريدي عم نعمل كلاته في حياتنا هاي المهارات مثيلاتها قياسا عليها لازم تكون عندك وتتعب حالك وعند اللزوم إقرأ وعنده لزوم خود دورات عند اللزوم روح اسأل مختصين كيف أكسب قلب ابني وبنتي كيف أجعل ابني يحبني فيه أشياء بالفطرة طبعا فيه قواعد عامة جدا قواعد عامة جدا 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 شو القاعدة الذهبية بتعرف شو القاعدة الذهبية بين كل أديان لا يؤمن وحدكم حتى يحب الأخيه ما يحبه لنفسه أنا بحب حدا يشتمني لا لا تشتم ابنك أنا بحب حدا يدخل بخصوصيات الدقيقة اللي ما بتأثر على حدا لا لا تعمل هذا الحكي مع ابنك ومنتك أنا بحب حدا يغز بعيني وأنا غلطان ومش طالع في إيدي إشي وخلص غلطت وخلصت ولا بحب حدا يستر عليه وساعدني أني أتخطاها تكسرش نفسيته غلط وخلص يا زرما ما مفيش رجوع غلط خلص تفضحوش قدامه لاد عمو يتعايروش طب شو الوش تطلع شوف تعال تعال يتقارنوش بغيره عفكرة واحدة من أسباب القاتلة في التربية للأولاد والبنات قاتلة المقارنة بالغير قارنوا مع نفسه طب أنا مثلا ابني الايكيو عنده فرضا بما له علاقة بالرياضيات منخفض أظنني أقارده بواحد مبدع بالرياضيات ليش يا جماعة ذكاءات متعددة أكبر سبب من أسباب دمار منظومة التعليم أنه عم بقيمونا على علامة فقط العلامة هذه هي سبب من أسباب السخيفة في التقييم في ذكاءات متعددة قدرات معتعد ويا مع فكرة معظم مخترعي العالم لم يهننهوا الجامعات وأكبر مثل أديسون عارفين قصته 1027 براءة اختراع وشو أستاذه شو صنفوا في المدرسة تيس آه قال عنده غبي صنفوا كتب هذا الطفل إيش غبي لا يصلح للدراسة أديسون 1027 براءة اختراع عنا مخياس مين حبيبي تخيلوا هاي المعاني كلها مش شطارة مني أنا تعلمت ودرستها وقرأتها وجلست جلست على الركب سمعت مئات إذا مش آلاف الفيديوات وقرأت آلاف الصفحات علم هاي موجود كل شي مفتوح بتعلم بجلس بلغي التشاتينج ضيع الوقت بلغي متابعة باب الحارة بكل كذا بلغي الام بي سي وبلغي السي بي سي وبلغي اللي قروض وتستعدين اللي بتابعها بلغي الخمسمائة فيديو بس مجرد نكات بلغي كلاته وبعمل تخطيط مشان أغير شخصيتي كيف أتعامل مع ولادي وبنات بكواليتي تايم مشان يحبوني ويحترموني وانس حبوني وأحترموني بعد ذلك حط اللي بدك يا برد عليك وانتهى وإحنا ليش عم بنعاني أصلا لما نودي ولادنا عند الآخرين بحبوهم بيحترموهم فبيقتبسوا واحدة من المشاكل اللي قيلت لي بيقول لي واحدة من أكبر المشاكل في المدارس العامة إنه المدرس بيكون رائع جدا لطيف جدا وفي نفس الوقت شاذ هما بيقولهم كونوا مثلي بس إيه بحبوه ركسوا معاي بحبوه طبعا وانت بتدخل بورطة كبيرة جدا على كل حال ترى الموضوع كثير كبير تعرفوا أنا لعن بحكي لكم إياه بينعطى عادة بدورة مكثف 20 ساعة و 26 ساعة و 40 ساعة صعب إني كلها أحطها على كل حال الله مصر على سيدنا محمد أنا نسيت حاليها في كابل كذا أنا جوزت وقتي صح طيب ما لش ضل عندي قضية نهائية أختم فيها بيلا حي قوية إن شاء الله لست من هؤلاء بدي أختم ترى ترى بقالكم أنا أقول لكم دعا أحط تصور بس أنا عمليا وأنا عم بحط تصور أم بعطيكم أحكام أشار تقيسوا عليها بختم فيها وهذه الختمة ضرورية جدا لا تقل أهمية عن كل اللي قلته شو هي على أرض الواقع طيب يا دكتور قسما بالله أنا أعلم أناس والله ما قصره دم قلبهم حطوه سووا أولادهم من حرفه ممكن يا سلام ما أحلى إسلام ده فكركوا قصة نوح مع ابنه إجت ليش ليش فكركم واحدة من حكمها تعرفوا ليش مشان يطمن هؤلاء الناس أنه بعد تقوم بحاجة تقوم بحاجة لا يوجد حاجة بس بعدما تبذل جهدك والله مطلع على ما بذلت المشكلة طلعت من عندك علا اللهم لك الحم كنت بحكي للمبارح جلسين هناك جلسة رائعة مع الدكتور ومع الأخو الأحبة قلت لهم أنا شخصيا بتحدث عن نفسي أنا أمجد قرشة واحدة من أعظم النقاط اللي خلتني أحب ديني وأعتز بديني وأفتخر بإسلامي بعد الإيمان بالله القاعدة التالية أن الحساب عند الله يوم القيامة على النية ثم على الجهود بغض النظر عن النتيجة أنا أنا إنما العمال بالنيات وبعد ذلك إن أنت إلا نذير ليس عليك هدهم سويت لي عليك يا آي يا لا إذا لا كان الله في عولك أمام الله طب يا رب سويت لي علي بس ما ردوش It's not your problem هياك الأهلا بك يا عبدي الصالح روح الجنة وما لكش دخل دليلي على ما أقول قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرعم استعطف قال يا نوح إنه ليس من أهلك هو قرر ينعزل عقديا إيمانك عنك إنه عمل غير صالح طبعا إلها قراءة ثانية إنه عمل غير صالح وهذا من إعجاز القرآن نفس الرسم بالكلمات عامل إنه عامل غير صالح فلا تسألني أي عملك بطلبك المغثرة لابنك الكافر غير صالح فلا تسألني ما ليس اطلع برة وتقرأ إنه أي ابنك عامل عملا غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم أنا بتصوري أعظم آية بتخفف عني إذا بذلت جهدي والنتيجة كانت عكس تمنياتي إن المهم بالأخير أنا نجوت عند الله ولا ما نجوت واحد يقول لي المهم منك نجوت طبعا المهم مني نجوت شو نكتب على بعض طبعا المهم مني نجوت أنا نضحك على بعض مش أنا اللي حكيتها ربنا سبحانه الله قال يوم ما يفر المرء من أخيه وأمه و صاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا شو نتحك على بعض في الأخير عند الحزة واللزة بالنقطة النهائية نفسي نفسي صحي لا لا بالأخير أنا بدي أنجو شو أقول لك لا والله قصب الله إذا بتحبه بتاخد بيده على الجنة طب ما رد علي وصويتلي عليه محزن؟ محزن بس هو بس مني أنجو حال بيقول لي شيخ هذه هنانية مش هنانية أنت بذلت كل جهدك وهو ما رد هذا قمة العجل الإلهي لأنه إذا بدك تجبر ابنك يروح على الجنة بطل فيه تخير معنات بطل فيه حساب منطقي أنت خيرت بكام إمكانك تنحرف وما انحرفت هو خير قرر ينحرف إيش عمل لحوله لقوة الله بالله متألم سأبكي لكن لا حلول قوة الله بالله وهذا مثال نوح اكتملت الصورة فالآن في حدا بدما أعط تصور طلع بر المسألة ترى كلياتنا وأنا معكم واقعين تحت واحدة من الحالات اللي شرحتها صح أو لا أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقته شيء من خيار جزاكم الله خير حزن استماع بارك الله فيكم ننتقل إذا بتحبوا ما بعرف في استراحة أو إلا جلسة سلام عليكم شكرا لها رسول نحكي فيها مع أصحاب المدرسة أو المدراحة لكن مهمة جدا وليس بس تتزوج ويتخير لأ ليس جميع يعني هذا البطل أعمى فدورات في مجال الزواج وأحكام وغيرها ودورات في مجال الإحهاد ودورات في مجال وغيرها أخرى كذكر لنقضر منهم لجامعة إسلامية هذه الأولة في كندا على مستوى أعرق جامعات العالم ستبدأ معها تسميها دار الحمة ثم كلية تصبح كلية بعد النورات وغيرها ثم تصبح جامعة بأطرور في كبرى المدر ولكرسات أونلاين وهل من ستبدأ أونلاين لأنها هي الأيسر في البداية كتأسيس تهيير وبدأ الدورات فأنا في أونتاليو وإننا قريبا سترى لنقضر لنكون جاهزا أونلاين ألو بعض مقدم ونريج على أونتاليو مؤسسة الدار ستعلن عنها كل فترة وفترة جزيلا مرأة وردها الله أكبر تسمح لي ثانية معلش أنا نسيت أقرأ بس مادة صغيرة تسمحوا لي معلش الله يكرمكم أه أين رح الصوت بسم الله رحمن الرحيم بسم الله صوت أه فيه هنا بس مادة سلايد واحد قد حطه هنا فيه خير على امرأة غربية يبدو تربوية كتبت العبارات التالية بدأنا نقولكم إياها بتقول لو أمكنني إعادة تربية طفلي ثانية جزء من الجلسة الوقت النوعي مع أولادي شو بتقول بتقول لو أمكنني طبعا هذه ليست عربية ولا مسلم نعم تحكي هذا الحاك فنحن ناخد بالمعاني الإنسانية العامة بتقول لو أمكنني إعادة تربية طفلي ثانية لا استخدمت أصابعي في التلوين معه بدلا من استخدامها في الإشارة لأخطائه انت 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 هاي المشكلة قال لقللت من تصحيح الأخطاء وأكثرت من اتصالي به هذا خطأ هذا صح هذا كذا لا روح وقعد معه وإحكي معه قال لقللت من مراقبتي للساعة وحاولت أن ألحظه بعيني لا تحسسه أنه دايما تحت المراقبة يطلع من جلده يروح يهرب منك بعدين لا قمت بكثير من الرحلات وأكثرت من اللعب بالطائرة الورقية لتوقفت عن المعاملة بجدية وأكثرت من اللعب لعدوت عبر الحقول وحدقت في مزيد من النجوم بمنظومتها لأكثرت من عناقي له وقللت من العراق تخيلوا واحد يكون بخطة ينوي وتنوي أن يضم ابنه وابنته على الأقل عشر خمسة عشر مرة في اليوم نعم يا شيخ اتقي الله يا زرم أنا مليح فيه إذا بطيق أضم ابني مرة في الشهر لا 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 قلنا بدك تخليل الجنة ما بزبطش بدك أعطينا قال قال لقللت من الحزم وأكثرت من تأكيدي على حبي له بالله عليكم كم مرة بتحكي لابنك وبنتك بسياقات معينة أنا بحبك بالمجتمع العربي خاصة وعند الرجال خاصة تجاه أولادهم وبناتهم مشكلة قال لشيدت قال آه أسف قال لشيدت اعتزازه بنفسه أولا ثم اهتممت بتشييد المنزل يعني تعال 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 قال الأخي لا تكسر نفسه قال لقللت هاي آخر واحدة لقللت من تعليمي حب القوة له واهتممت بتعليمي قوة الحب عنده كلام يعني تفكر فيه كلام تربوي خطير جدا يعني لو ترجم لواقع عملية إن شاء الله إزاكم لخير آسف وقفتك هالكتور نضع في الأسئلة سويا إن شاء الله فلانا أحمد رتبنا مهور جوائز دول رايز رتبنا أحمد 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 أن تكون يتبقون إلى الرغم كما أنظر في الأسئلة تبكير بالشيء أنا نسيت أذكر الرخوة والأخضرات إنه في المحاضرات يريد أن تتبقون على الصامح حتى لا تتبقى والأخضرات والأخضرات هنا كان يتبقى لكن أهلا ونسألهم لكم أن تبقوا في المدرسة ونحن علينا حتى المحاضر وفرق فالأخضر وعليه أحمد يرجع النظر بحك reviewed بحك لكم إن شاء الله أحمد 小ل об robbed والأخفة أحمد أحمد إن shake فأواي المعطب لعن الوحامر ويقلب يكون social media أحمد إن شاء الله غ pobre تبقوا حتى لكم رحمة أول أخصر رحمة اهه يعني ايجان الناس لن انا عايز اولا اخو الليدي فرنش امو جي مضي عظيمة امو لدي فرنش عشان تعلم فرنسي امو جي اخوها اخوها اسواع قطور قصص طيب اعلم انه جاي بصير في المدرسة امو انك العلمتنا بي ان المدرسة لا ترنت ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر طيب السؤال نانسي قنقر 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 أمام الله نانسي قنقر 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 نانسي قنقر